أقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة عدن اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الدفاع لتقييم العام التدريبي والقتالي وفي الاجتماع أكد الفريق الداعري على أهمية التعاون والتكامل بين قوات الجيش لمواجهة ميليشيا الحوث الإرهابية مشددا على تبني خطاب إعلام مسؤول يجمع ولا يفرق وينأ بالقوات المسلحة عن المناكفات والمصالح الحزبية والمناطقية والشخصية مثمنا الدور الأخوي المساند من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والدولة الإمارات العربية المتحدة وما يقدمونه من دعم للشعب اليمني وقواته المسلحة في مختلف المجالات اشتركوا في القناة